بالنسبة لنوع آخر من البكتيريا راح ناخده هسه اللي هو شنو اللي هو الاستافيلو كوكاس اوريس مبدئيا احنا لازم نذكر نفسنا بمعلومة انه الكائنات اللي ممكن يسببون انه ضرر بالجسم ونعتبرهم هما منه هما البكتيريا الفانغاي البروتوزوا هذولا كلهم ممكن شي يسوون ممكن يسوون دامج بالجسم ممكن يسوون مشاكل بالجسم بالتالي الجسم مالتنا راح يعاملهم على انه هما فورم بادي اليونيك ثنك بالبكتيريا انه هي عدها ببتيدو غلايكام بالسيل والمالتها هذا الشي اللي يميز البكتيريا على طول لازم نذكر انه هي عدها ببتيدو غلايكام بالتالي هذا الشي ممكن يسبب لي ضرر اكبر زيان على كل حال احنا عدنا الاستافيلو كوكاس اوريس اليوم نريد نحكي عنها وهذه البكتيريا شنو نعتبرها جرام بوزيتف لو جرام نيكاتف بكتيريا لان احنا قسمنا البكتيريا على اساس جرام ستين مالتهم الاستافيلو كوكاس اوريس لازم نقول عنها انه هي جرام بوزيتف باكتيريا تمام لو مو تمام زيان من اني قلت هاي جرام بوزيتف باكتيريا ليش قلت جرام بوزيتف او ليش قلت جرام نيكاتف شنو الهدف من هذا التقسيم اصلا حتى من خلال هذا التقسيم اعرف انطي العلاج اللي يفيد البايشنت ماتي اذا عنده جرام بوزيتف رح اطي علاج شي واذا عنده جرام نيكاتف رح اطي علاج شي لذلك احنا جاي ندرس هاي المادة هواي طلاب يقولون احنا ليش ندرسه لهذا السبب على مد نعرف نصف العلاج لأن العلاجات ما للبكتيريا يأما تكون بكتيريو سايدل ويأما تكون بكتيريو ستاتيك إذا كان العلاج هو بكتيريو سايدل هذا رح يقتل البكتيريا رح يسوي kill للبكتيريا وإذا كان العلاج اللي أنا رح أنطيه هو بكتيريو ستاتيك فهذا العلاج رح يضعف البكتيريا يسوي weekend للبكتيريا على كل حال الجرام نيغاتيف ما يصير يعني إنه شون ننطي دراك يكون العلاج بكتيريوسايدل أو يكون هو بكتيريوسايدل دراك ليش لأن هذا رح يقتل البكتيريا والقرام نكتب بكتيريا بداخلها اندوتوكسين فإذا أنطيته شي علاج رح ينتشر التوكسين بالجسم فهذا رح يكون الشي مضر تمام لهم الآن الاستافيلو كوكاس أورياس إحنا نعرف إنه هي أصلا قرام شنو قرام بوزيتف معاناة الطلاب بهذه المادة من التسميات أكثر شي فهس نجي الاستافيلو هو الجين الكوكاس هو الشكل يعني شكلها كروية هاي البكتيريا مثل ما جاي نشوفها هنا زيان أورياس هو نوع البكتيريا يعني نوع هذا الجين كل جين إلى أنواع زيان فالأنواع ما الاستافيلو يؤما تكون الجيني استافيلو كوكاس أورياس اللي هي بيها الكواغوليز والإبيديرميتس اللي هو ما بي كواغوليز زيان والسابروفتك اللي هو هذا هميهنا ما بي كواغوليز زيان هل سبعة شوية راح نعرف شنو معنى الكواغوليز من قلنا انه هي جرام بوزيتف وقلنا انه هي شكلها كوكاي تمام بس واشنو الكواغوليز هذا فائدته يخلي البكتيريا تهرب من المناعة مال الجسم تمام لو مو تمام بالنسبة للكواغوليز راح تصنف على اساسه الباثوجينيسيتي تمام لو مو تمام ليش لان احنا عدنا بالباثوجينيسيتي معناها انه هي قابلية الكائن انه يسوي مرض زيان فالستافيلو كوكاس اوريس عده الكواغوليز فهو عنده قابلية انه يسوي لي مرض زيان واحنا عدنا فد مصطلحين راح يفيدونا بشكل كلش كبير عدنا مصطلح اسمه الايزوليت ومصطلح اسمه السترين الايزوليت يعني ااخذ العينة مال البكتيريا معزولة مختبريا تمام لو مو تمام زيان وعينة عن عينة تختلف ايزوليت يعني اعزلت العينة السترين لا يعني راح ااخذ اكثر من نوع من البكتيريا يتشابهون لكن يختلف الجين مالتهم هذول راح نستفيد من عدهم لما ننطلع الكواغوليز وغيرة وهالشغلات هاي لكن خلينا هسه انه الكواغوليز شنو فائدته هذا فائدته انه راح نصنف على اساسها الباثوجينيسيتي تمام لو مو تمام زيان وراها عدنا الملاحظة اللي هي مو يم السالفة انا اقول دائما هاي ملاحظة مو يم السالفة بس في زمن بعيد ما كان اكو انتبايتك فشان من يصير بكتيريا تموت الناس ها هي الا لما اكتشفوا اول انتبايتك اللي هو البنسلين واللي اكتشفه العالم لما اجت انواع من البكتيريا قاومت هذا البنسلين صنعوا شنو صنعوا ميزوثلين الميزوثلين هذا هو خلينا نقول لانه البكتيريا ذي تشد نوع اللي قاوم البنسلين تعودت على البنسلين فقامت تعرف تسوي الدفاع عن نفسها ضد البنسلين فصار اكو ميزوثلين حتى نتعامل ويا البكتيريا بطريقة اخرى البكتيريا النوب عرفت الميزوثلين وتعاملت ويا سووا وبعدين العلماء ميزوثلين ريزيستنس استافيلو كوكاس اوريس اللي هو يسموه المارسا ولكن هي الحرب ما للبشر ويا البكتيريا تبقة مستمرها تمام لو مو تمام يعني البكتيريا جاي تطور نفسها باستمرار زين واحنا لازم نسوي علاج يناسبها باستمرار تمام زين احنا عدنا ف relation اسمه استافيلو كوكاس اوريس generation super bag شنو معنى super bag يعني معنى extreme multi drug resistance bacteria يعني هذي استافيلو كوكاس اوريس ممكن تسوي ريزيستنس لاكثر من نوع من الادراج اكثر من نوع من الادراج ممكن تسوي له resistance استافيلو كوكاس اوريس زيان نعبر هسا على السلايد ما الستافيلو كوكاس أوريس شنو ممكن الأمراض اللي تسوينا إياها الستافيلو كوكاس أوريس الأمراض اللي ممكن تسويها الستافيلو كوكاس أوريس أول شيء البويلز والبيمبلز اللي هما هذولا صايرين هنا واحد منا تصير عدة هاي البكتيريا ممكن يصير عدة بويلز أو بيمبلز تمام يعني تبين عدة هذي الأعراض أو ممكن يصير امبتيقو الامبتيقو هو هذا اللي صاير بالصورة ما أعرف الشون أوضح معنى الإمباتيغو بس هو مثل ما هو هنا بالضبط بالصورة هيك مثل البقعة اللي تظهر بالجسم وكذلك السيليولايتس هذا اللي هي هاي قجلة حمراء صايرة هنانا هو هذا السيليولايتس إذن بويلز وبيمبلز إمباتيغو سيليولايتس بعد أوستيوميلايتس اللي هو هشاشة العظام ممكن تسويها بكتيريا الاستافل له كوكوس أوريس والمينجايتس اللي هو سحاية الدماغ بعد الإندوكاردايتس همينا ممكن وإنفكشن أوفو بروستريسيك زيان وتوكسيك شوك سندروم من آني أقول توكسيك شوك سندروم فهي البكتيريا من تدخل أصلا راح تسوي شوك بالجسم حسوي صدمة بالجسم ليش؟ أنعتها توكسين أساسا فهي هاي الفكرة وممكن تسوي أبسيس اللي هو الخراج إحنا نسميه وها السبعة شوية راح نعرف هاي البكتيريا شون تسوي الأبسيس يعني شون تسوي الخراج بالجسم ش تقتل تقتل شي معين حتى يطلع هذا الخراج نفهمها بعدين بالمحاضرة ضروري هسا هنا كل جه ضروري أنه نعرف أنه أكثر أنواع البكتيريا المنقولة بالمستشفى هي الاستافيلو كوكس أوريس وهي راح تسوي ديزيز يا أما يكون الديزيز اللي تسوي توكسوجينك يعني بالتوكسين مالتها توكسين مالتها اللي هو شنو اللي هو إكزو توكسين أو يكون بايوجينك بايوجينك يعني وجود بس يعني وجود السوائل اللي تخرج البس اللي هو وسائل الالتهاب زيان إذا ما عالجنا البس راح يصر شنو أكو راح يصر أكو سبتسيمية هاي حالات مو بس بالمستشفى النقل ممكن حالات تسمم غذائي تسويها هاي البكتيريا يجينا المريض وهو يعني عنده أعراض يتقير أو هيتش شي زيان أو عنده لعبان نفس بس بدون فيفر طبعا هذا كلش مهم أنه نعرفه زيان عندي فد مصطلحين متقاربات خاف تخربطوا مبيناتهم اللي هما الإندوتوكسين والإنتيريوتوكسين هسا الستافيلو كوكاس أورياس يانوع بيهم يعني إذا سألت هو ماكو يج سؤال بس إذا هيج سألت إندوتوكسين نقول عليه لو إنتيريوتوكسين لا راح نقول إنتيريوتوكسين لأنه هي تصيب الأمعاء ممكن وتسوي تقيقوها الأمور هاي بينما إندوتوكسين لا هاي توكسين أوف بكتيريا ذاكا للجرام نيجاتيف بكتيريا تمام لو مو تمام هو فقط أكوفد نوع واحد من الجرام بوزيتف بكتيريا شاذة عن هاي القاعدة إنه هي عندها إندوتوكسين لكن باقي الجرام بوزيتف كلهم عدهم الإكزوتوكسين ما عدهم إندوتوكسين الوحيدة اللي تشد عن هاي القاعدة اللي هي الليسترية طبعا زيان عدنا هسا الستافيلو كوكاس أورياس ممكن تروح على الجلد بشرة عموما للسكن هي المفروضة تسوي باريار للمايكرو أورغانيزم تمام لو مو تمام هي حاجز يعني رح تصير عليها حرب مناعية شلون هسا هنا أنا به هاي الصورة حاجز لهذا المايكرو أورغانيزم اللي إجي زيان لازم أعرف إنه السكن هي تحارب المايكروبات اللي تجيها من خلال مواد بايو أكتف كمباوند مواد نشطة حيوية اللي هما الفاتي أسد والبيبيتايد رح تفرزهم على الشغلات العجيبة اللي تجيها من بارة من بكتيريا وغيرها فرح تفرز فاتي أسد زيان وتفرز ببيبيتايد وهذولا رح تفرزهم حتى تدافع عن نفسها رح تفرزهم البشرة والجلد بشكل عام حتى يدافعون عن الجسم بس شنو إذا البكتيريا إجت بشكل بشكل تجمعات هذولا رح تقومون يعني رح يقاومون هذه تمام لو مو تمام اللي هي الانيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي هسا هنا هاي البكتيريا من اجت دخلة الجسم وتريد تنتشر بالخلايا مع الجسم اول شي هاي البكتيريا تقول اريد ادخل الخلية شلون انا اقدر اعبر الغشاء طبعا هاي بكتيريا جاي تحكي اللي جاي تحكي هي البكتيريا مع الستافيلو كوكاس اورياس شو تقول انا هسا رايدة اريد ادخل الخلية الغشاء مع الخلية زين شلون اقدر اروح اي شي اعبرها واسوي ازعاج بالجسم وصير غثاء فهو فعليا اكو غشاء الخلية الي يحميها فكرت هاي البكتيريا قالت اما اشتغل على الغشاء نفسي اخرب تركيبه اوضيف لفد مواد اخربه او اساو وفد انذيمات هسا المواد اللي رح اضيفها للغشاء ممكن نضيف L-Lycin او D-Alanine اضيفها للغشاء هاي البكتيريا او من الممكن تسوي انذيمات تخرب شغل الغشاء اللي هم الستافيلوكاينيز والاوريولايزين هاي البكتيريا مالة من البكتيريا مالة اللي ستافل له كوكوس أوريس رح تسوها الشغلات هاي هي أما الضيف الدي آلانين تمام الدي آلانين الضيفة على الغشاء أو الضيف الالايزين الضيفة على منه الضيفة على الفوسفا تديل غليسيرول تمام لومو تمام اللي هو الموجود على الإكسبوس فيس أوف ذا ممبران شنو الفائدة من إضافة الدي آلانين أو الالايزين حتى نقلل البوزدف شارج بالسليولر انبيلوب تمام لومو تمام زين ورها شنو عدنا ورها عدنا الانزيماتيك موديفكيشن أوف بيبيتايت هالمرة على الإنزيمات ممكن تضيف إنزيمات وهاي الإنزيمات تخروا بغشاء الخلية مو بغشاء الخلية أكفت أنتي مايكروبيال بيبيتايت هو رح يشتغل كإنهيبتر للأنتي مايكروبيال بيبيتايت الأنتي مايكروبيال بيبيتايت شنو هذا هذا يدافع عن الخلية يعني أنتي ضد المايكروب يدافع عن الخلية من المايكروب فهو الستافلو كاينيز رح يسوي انهبت يعني يثبت الشغل الدفاعي هذا زيان أو الأوريولايزين هذا مو يثبت الشغل الدفاعي لا إنما يسوي كليف ويناكتيفيت يوقف تنشيط أصلا الأنتي مايكروبيال بيبيتايت تمام فهذا فكرة الذنية لسلايديا إنه البكتيريا لما نتريد تدخل أجسامنا وأحشي عن بكتيريا اللي استعفل له كوكوس أوريس زيان هايا أما تضيف دي آلانين أوائليزين للغشاء تمام أو تروح على إنزيمات والإنزيمات هاي اللي هي استافيلو كاينيز والأوريولايسين والاستافيلو كاينيز هو إنهبتر للأنتي مايكروبيال بيبيتايت والأوريولايسين يعتبر إناكتيفيتر أو إكليف للأنتي مايكروبيال بيبيتايت زيان هسه البكتيريا مال الاستافيلكوكوس أوريس المفروض أين راحت المفروض دخلة الجسم من دخلة البكتيريا للجسم لازم أخلي على بالي أنه هي عبرة الانيت اميون سيستم بعد دخلة للداخل الخلية ها هي دخلة الجسم الانيت اميون سيستم متمثل بالدموع اللي هي مثلا من تجي بكتيريا على عين مباشرة واحد عينة دمع متمثل بالسلايفا اللي هو اللعاب وغيرها المهم أي شي قبل لا تدخل البكتيريا الجسم لما اندخلة الجسم رح يواجهها بعد الاكوايرد اميون سيستم يعني النظام الداخلي المناعمة للجسم تمام لو مو تمام فهذا دخلت البكتيريا للجسم المفروض بعد الجسم يقاومها يروح يودي عليها سايتوكينات فاغولايزوسوم أي شيء حتى يوقف شغلها لأن هي ضاربة بس البكتيريا لازم تقاوم هذول الأجسام المضادة اللي إجوا عليها تمام لو مو تمام فأكو عملية هي اسمها عملية الأوبسينايزيشن هاي العملية اللي هي راح يتم من خلالها أنه يصير أكو كوتينج حول البكتيريا تمام بأنتيبادي معين يعني الجسم يغلف البكتيريا بأنتيبادي مثل العلامة أنه هاي بكتيريا تمام حتى تصير علامة على وجودها بالتالي راح تصير عملية فاغوسايتوسيز بواسطة النيتروفيل يجون يأكلون هاي البكتيريا تمام هي شيء هي الفكرة أنه أنا هسا عندي هاي بكتيريا دخلة الجسم هاي البكتيريا اللي دخلة الجسم طبعا إحنا جاينا نحكي عن اصlastابلو کوكوس اوريس ورسمناها باللون الأزرق لأنه هي جرام شنو جرام بوزتيف بكتيريا إزيان فهاي التسافلو كوكوس اوريس المفروض من دخلة الجسم نخلي عليها علامة إنها هاي بكتيريا فرح يجون يخلون عليها أنتيبادي هذا الأنتيبادي راح ينطي إعاز ينطي إعاز إلى النيوتروفيل وين النيوتروفيل؟ هذا هو النيوتروفيل هذا هو النيوتروفيل راح يروح يأكل هاي البكتيريا ببساطة لكن البكتيريا لازم هي تريد أصلاً تضر الجسم كيف تقدر البكتيريا تضر الجسم يعني كيف تقدر تخلص من هذا اللي رح يصير الوبسينايزيشن هسا رح نعرف بعد شوية أكوفت شيء اسمه نيتروفيل كيمو تاكسس هذا الحركة مال النيتروفيل على أساس الكميكال مالتهم يعني يرحل المناطق اللي هم تركيزهم بها قليل ويكون بها هواي بكتيريا هناك فيرحل حتى يحمون الجسم هاي بس نحفظ المصطلح هذا ونحفظ تعريفه المهم الانتبادي اللي حجيت عليهم ممكن يكونوا IgM IgG IgA IgM هو بالبرايمري انفكشن IgG هو يطلع بالسكندري انفكشن والIGA هو أصغر واحد يكون بإفرازات الجسم تمام لو مو تمام مثل السلايبة إذن IgM هو بالبرايمري والسكندري IgG وأصغر واحد IgA هو بإفرازات الجسم تمام؟ دولة الانتبادي رح يساوون Opsinization للبكتيريا بحيث يغطوها ويتعرفوا الجسم عليها زين وراها المن نروح نروح إلى الفكرة اللي هي شو تقول تقول انه هاي البكتيريا انه من اجا عليها النيوتروفيل هي تريد تقاوم وتريد تبقى بالجسم شلون ما كان بأي ثمن فهي هاي العملية انه رح تجي تقتل النيوتروفيل راح يقتل النيتروفيل يعني لأنه هو يحلل الخلايا لمن راح تقتل النيتروفيل راح يتكون بجسمي أبسس خراج إذن شلون تكون الأبسس نتيجة لقتل النيتروفيل من قتل النيتروفيل؟ راح تقولي الستافيلوكوكاس أوريس أو أي بكتيريا ثانية فرزة التوكسين ماليوكوسيدين فرزتها على النيتروفيل فبهذا الشكل يتكون عندي الخراج ورها شنو عندي ورها عندي اليوكوسيدين اليوكوسيدين راح يصولف عنه يقول هو بس على اليوكوسايت ويشتغل اليوكوسايت وحب أشكلاتهم لأن النيتروفيل هي نوع من أنواع اليوكوسايت زين يمثل 1 إلى 2% من السترين وكذلك هو يسوي سفير نيومونيا ممكن في بعض الأحيان زين هنانا يعني الإصابة بهذه البكتيريا غالبا وعادة ما تكون مميتة لأن هذه ممكن تسوي التهاب رأى بكتيريا تمام؟ واليوكوسيدين كل شخطر يعتبره زين مو شرط أنه هسا البكتيريا تروح تجي تقتل الشسمة النيتروفيل لا يجوز أكو عمليات ثانية بدون ما تقتل النيتروفيل تختل من عدة خلينا نقول ش راح تسوي البكتيريا؟ راح تتنكر تغطي نفسها بأنتي جين فبالتالي هي تنكرت بحيث الماكروفيج ما يتعرف عليها يعني غطت نفسها بفد أنتي جين أصلا هو موجود بالجسم تمام لو مو تمام؟ هاي العملية ما للسيلف أنتي جين إنه البكتيريا تغطي نفسها بأنتي جين هو أصلا موجود بالجسم بحيث الأنتي بادي أو خلينا نقول بحيث الماكروفيج النيتروفيل ما راح يقدرون يتعرفون على هاي البكتيريا تمام؟ راح يصعب تعرفهم عليها فبالتالي يعني راح تبقى هي بالجسم متنكرة الاستافيلو كوكاس أوريس إكسبرس سيرفس بروتين which can interfere with deposition of antibody or compliments يعني شنو يعني ممكن تخلي بروتين على السيرفس مالتها لأنه هو شنو الأنتي جين ما هو الأنتي جين إلا عبارة عن شنو عن بروتين فتخلي سيرفس بروتين بروتين على السطح مالتها اللي هو هذا راح انترفير ويالأنتي بادي يعني ما يخلي الأنتي بادي يجي ولا الكمبلومينت سيستم يجي يشتغل فرح يصير أدهيجن ويصير هذا الأدهيجن مثل الكوت مثل الفتشي اللي غطي ال استافيلو كوكاس أوريس تمام؟ لو مو تمام with هاست بروتين اللي هما self-antigen تمام لو مو تمام self-antigen هو أدهيجن bind host protein يعني راح ترتبط البكتيريا ويالبروتين هو أصلا موجود بالهوست تمام لو مو تمام والسيرفس is coated by self-antigen يعني هذا هو نسميه self-antigen بعد زين النيوتروفيل cannot recognize the bacteria يعني النيوتروفيل بعد ما راح تقدر تتعرف على منه ما راح تقدر تتعرف على البكتيريا زين حسا أنا شنو عندي هاي السلايد طبعا معيود مكرر زين ما بيشي أكو طريقة ثالثة بعد إذن الطريقة الأولى حتى تهرب البكتيريا من النظام المناعمة للجسم أنه شي تسوي أنه تفرز توكسين يقتل النيوتروفيل وهذا الشي راح يسوي abscess قالوا لها إحنا ما نريد نتعارك إحنا ناس حبابين برح نشرد من العركة رحيش بس نتنكر ونشرد من العركة استافل له كوكاس أوريس قالت أغطي نفسي بself-antigen بحيث شنو بحيث هذا الشي راح انترفير وياما ويالكمبلومنت سيستم ما للجسم ويالشغل ما للأنتيبادي بحيث النيتروفيل لا يمكن ترفع بكتيريا هناك طريقة ثالثة أنه شي يحدث أنه الأنتيبادي يرتبط بمن يرتبط بالبكتيريا هذه هي البكتيريا هذا الأنتيبادي يرتبط بالبكتيريا هناك دائما بالأنتيبادي شي اسمه fc-receptor fc-receptor ما الأنتيبادي إذا نفكر بشنو فائته هذا رح يرتبط بالفاقوسايت الفاقوسايت اللي هو الكائن اللي رح يلتهم البكتيريا يعني حسب إذا كان نيتروفيل أو غيرها فالبكتيريا رح تسد هذا الريسبتر حتى ما يجي فاقوسايت يرتبط بي وأنه بياكلها زيان فكرة وين الفكرة أنه هي رح تفرز بروتين بروتين اي هذا البروتين اي رح يرتبط بالأفسي ريسبتر تمام لو مو تمام حتى ما يجي الفاقوسايت يأكل هاي البكتيريا تمام هذه هي الطريقة الثالثة اللي رح تحرب بيها البكتيريا من النظام المناعم للجسم كمراجعة لهاي السلايدات كلها زيان هذا الكلام اللي أنه بالبداية البكتيريا دخلت الحاجز مال الجسم لازم تعبر حاجز الجسم ممكن نضيفهم وأكو انزيمات ممكن نضيفها اللي هي l-staphylocainase اللي هو شي سوي inhibitor للأنتيميكروبيل أو الإنزيم الثاني اللي هو شنو اسمه اوريولايزين resultado مباشرة الم راح شلون بله الأوريولايزين خل性 أتذكرها الأوريولايزين راح يسوي cleave زيان و inactivate للأنتيميكروبيل activity هس دخلت البكتيريا راح تحاول النيتروفيل تأكلها البكتيريا لازم تحرب من النيتروفيري عما تغطي جسمها بأنتيجين أو شا تسوي أو تروح تلجأ إلى التوكسين التوكسين هذا هو اليوكوسيدين بالتالي يصير أكو أبسيس أو شنو تروح تسد الFC receptor اللي موجود على الأنتيبادي بحيث شنو بحيث تمنع الفاغوسايت إنو يأكلها تمام لو مو تمام هاي كل بساطة هي شي زيان الFC receptor ما ليا أنتيبادي تحديدا ما للاي جي جي هاي خليها على بالك الFC receptor موجود بيا أنتيبادي هو موجود بالإي جي جي زيان شي يقول هنا يقول هنا surface of the cell سطح الخلية coated incorrectly oriented إي جي جي يعني رح يعني شون نقول إنه هو ارتبط بالإي جي جي that cannot be recognized اللي هو ما ممكن إنه يتم التعرف عليها بواسطة النيتروفير الFC receptor زيان البروتين A mutant are phagocytocid more efficiently يعني البروتين A يتم شنو يتم التهامه more efficiently phagocytocid than wild type and less virulent in animal infection مودلز تمام لو مو تمام يقول إحنا عدنا إذا ارتبط بروتين A زيان بالبكتيريا هو رح يكون less virulent بالانيمال انفكشن مودلز هاي على مستوى الحيوانات زيان فاي بها البساطة هاي الموضوع هنا عدنا هزا شنو عدنا هنا عدنا surface protein not just antifagocytic فاقو سيتك يعني البروتينات مال surface اللي هي على سطح الخلية مال ال스타فل لوكوكاس إوريا ثمم مو بس antifagocytic يعني مو بس مضاد الifagocytic لا لهم مضائف أخرى يقول عدهم القابلية أنه يلتسقون بالإكسترا سيديولار ماتريكس بالسطح الخارجي مال الخلية and the plasma protein is crucial for colonization and dissemination through the host يعني هذول البروتينات مو بس يقاومون الفاغوسايت لا الهم دور بالالتساق بالبلازما ميمبران مال الخلية الثانية حتى بعدين عود يصير أكو استيطان للبكتيريا يعني colonization للبكتيريا داخل الهوست وبعدين يساوي dissemination يعني ينتشر بالهوست الستافيلو كوكاس أوريس عدها فتشيل اللي هو extensive substrate ribby أو ribby toyar يعني فالذخيرة واسعة النطاقة عدها also significant funictional overlap يعني عدها فالتداخل وظيفي كبير الستافيلو كوكاس أوريس زيان وهذه الشغلتين يعني مال أنه عدها ذخيرة واسعة النطاقة من البروتينات وعدها تداخل وظيفي كبير فهم ضروريين للإنفاجين ما للهوست سيل ضروريين أنه الاستافيلو كوكاس أوريس من خلال هذا الصفتين تغزو الهوست سيل تمام دمو تمام زيان أكو شغلة أخرى اللي هي شنو اللي هي الألفا هيمولايسين الألفا هيمولايسين هاي شنو هاي مادة تفرزها البكتيريا أي بكتيريا عدها هاي المادة هو بشكل عام هيمولايسين مقسومة إلى ألفا وإلى بيتا الألفا هي بارشيل زيان والبيتا هي complete زين هذا هو عبارة عن توكسين بارشال توكسين وكمبليت توكسين ينفرز على الار بي سي حتى الاستافيلو كوكاس أوريا استاخد من عدها الايرون تمام لو مو تمام زين الرولوف هيمولايسين قلنا انه الستريبتو كوكاس بايروجين هسه حاليا يقول اندلستيريا مونوسايتوجين هيموليتك توكسين هاب بين شون تو دو ديس يعني قالوا انه شنو قالوا انه الدور مع الهيمولايسين زين سواء الفة او غيرها رح يساعد انه هسه بالبداية الاستافيلو كوكاس أورياس ممكن يساعدها تمام لو مو تمام يعني تهرب وكذلك شافوا نفس الدور لهم يعني مع الهيمولايسين نفسه بالستريبتو كوكاس بايروجين والاستيريا مونوسايتوجين زين عندنا فد وسط تنموبي البكتيريا شنو هذا الوسط هو الاغار تمام لو مو تمام الاغار هو الوسط اللي راح تنموبي البكتيريا زين وراح ينظم البرودكشن ما للتوكسين والسيرفس بروتين ما للبكتيريا تمام يعني هو باعتبارة وسط تنموبي البكتيريا فأكيد هذا الوسط مونفس ذاك الوسط على أساس الوسط اللي تنموبي البكتيريا البكتيريا راح تقدر تطي توكسين وراح تقدر تسوي سيرفس بروتين تمام هاي المعلومة يكون خليناها على بعدنا شي يقول يقول achieved by sensing population density يعني شلون انه احنا نحصل الاغار شلون احنا نحصل الاغار sensing population density